وللتعليق عن الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الريحانية الخبير العسكري السوري أديب أعلاوي أهلا ومرحبا بك أستاذ أديب بداية بحسب المرصد السوري فإن رابع مستشفى في إدلب خارج عن الخدمة إثر ضربات جوية نفذها الطيران الروسي ما هدف روسيا من إخراج مستشفيات إدلب عن الخدمة؟ حقيقة روسيا ما زال تمارس دور القتل والتدمير على الأراضي السورية ونحن نعلم أن روسيا هي الآن محتلة احتلال كامل للأركان لسوريا هي محتلة بسوريا بشكل كامل القرار السياسي وقرار السنم الحرب وقرار العسكري هو بيد روسيا وبالتالي هذه الهجمة الشريفة التي نراها روسيا في الحقيقة هي لا تقاتل الإرهار كما تدعي لكن هي تقتل المدنيين لاحظنا أن هناك ضرب المشافي لاحظنا أن هناك ضرب لمراكز الدفاع المدني إضافة إلى التجمعات السكانية تريد تهجير السكان المدنيين المتواجدين في المنطقة وبالتالي هي بدأت حتى تضرب الطرقات العامة التي يحاول الناس الهروب من خلالها باتجاه الشمال تحاول روسيا أن تقتل المدنيين المتواجدين حتى على الطرقات العامة ولذلك روسيا هي تمارس القتل بشكل ممنهج على المدنيين المتواجدين وليس على حتى الفصائل الثورية المتواجدة في المنطقة طيب مجلة فورن بوليس الأمريكية تقول في تقرير لها أنها تكشف عن أطماع روسيا في سوريا إن كان الأمر من المعلومات بالضرورة لكن السؤال حول اتفاق المناطق الآمنة في ظل هذه الأطماع يعني بالنسبة للأطماع الروسية بدون شك يعني روسيا أصبع لها هناك محطة قدم في فئة على المتوسط أصبع لها قاعدة في طرطوس قاعدة كبيرة أصبع لها قاعدة في فئة أحمانيم أصبحت تسيطر على الغاز على النفط الموجود في الأراضي السورية بعد العقود التي أجرتها إن كان في التنقيب في المنطقة الأسفة لمدة 25 عام وإن كان في التنقيب في المنطقة الأسفة أيضا لمدة 25 عام تسيطر على الفوصات الموجودة على الأراضي السورية تسيطر على الاقتصاد السوري تسيطر على القرار العسكري كما قلنا وعلى القرار فيها وبالتالي أنا أقول أن روسيا هي محتل احتلال كامل للأراضي السورية هذه نقطة نقطة ثانية مما قالته فوين بوليسي أو غيرها الموضوع ليس بجديد المطامع الروسية في سوريا مواضحة جدا والحقيقة بدأت تأتي كلها ضمن هذه المواطيات إذا كانت روسيا ومطامع روسيا في سوريا اقتصادية وهي تروم الوصول إلى المياه الدافئة فهل إدلب أيضا هي من أهداف روسيا في سوريا لا أعتقد أن إدلب هي إحدى الحلقات يعني أقول أن ما يجري الآن في إدلب هو عبارة عن رسائل موجهة إلى تركيا للضغط على المعارضة من أجل أن تقوم يعني روسيا كما نعلم أن هناك فشل في فئتانا الأخير وهذا الفشل الحقيقة كان له انعكاس تلبي على روسيا وخاصة أنها الآن هي في موقف حرج كون أن جولة أستانا يعني صنع جولة لأستانا لم تستفد منها روسيا بالشكل الكامل أرادت أن تقطف الثمار في أستانا الأخير من أجل تشكيل اللجنة الدستورية لجنة الدستورية المؤلفة من 150 شخص 50 للمعارضة و50 للنظام هل من مصلحة روسيا أن يزداد النفوذ الإيراني في سوريا؟ لا ليس من مصلحتها على العكس تماما نحن نلاحظ أن هناك تنافس تنافس شديد على النفوذ على الأراضي السورية بين إيران وبين روسيا ويعني دائما نحن نلاحظ أن هناك الحقيقة هذا التنافس يؤدي إلى خلل حتى إلى القتال بين الفصائل التابعة إلى روسيا والتابعة إلى إيران لذلك روسيا دائما تحاول أن تكون هي صاحبة القرار الفصل وخاصة في الموضوع العسكري هي تسيطر على وزاية الدفاع والأركان الجيش ويتنقل القطوعات العسكري من مكان إلى مكان من أجل أن فقط تسيطر هي على القرار بمعنى آخر أن تحاول أن تجذب المناصب المهمة إلى جهتها وهناك أيضا إيران تحاول من خلال ذلك أن يقول لها يد طول في الجيش لكن حقيقة هو تنافس لا يزال على أشدة وبالتالي روسيا حاولت أن تشكل الفلق الخامس والفلق الثالث من أجل أن يقول لها قبضة عسكرية قوية داخل الجيش السوري وعلى الأراضي السوري نعم كان معنا من الريحانية الخبير العسكري السوري أديب العلاوي شكرا جزيلا لك